اشتركوا في القناة اللي انتشرت بين بعض المسلمين حبينا نقول موقف الشرع منها وموقف السنة منها حبينا نقول يا جماعة ان احنا قبل ما نتلفظ بكلمة نتذكر قول المولى عز وجل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد تعالوا نكمل بقية الامثال او بقية الكلمات المنتشرة ونشوف موقف الشرع منها بس بعد ما تصلي على الحبيبك صلى الله عليه وسلم واحب يكلم صاحبه بقول لي فلان انت ما بتصليش ليه يقول لي عم صلى ايه هو انت مسمعتش يعني المثل اللي بيقول ساعة القلبك وساعة ربك وساعة ربه ما بيجيش خالص طبعا وساعة قلبه شغالة 24 ساعة ويستدل بحديث صحيح روى مسلم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا حنظلة قال له ساعة وساعة يعني ايه ساعة وساعة يعني ساعة بيرتفع فيها الايمان بالعمل الصالح وساعة ينخفض بها الايمان بالعمل الطالح والتفسير التاني وده اجمل ان ساعة بتستمتع فيها بالمباحات اللي ما فيهاش معصية عشان تستعين بالمباحات دي على طاعة ربنا خدت زوجتك واولادك اتمشيته في مكان جميل يعني كلته ترمس ودره وشربته حاجة ساعة واتمشيته على البحر في مكان مفوش معصية ورجعته البيت ماشى الله نمتوا ساعتين وقمتوا صليتوا قيام ليل فكانت الفصحة دي عونا لكم على الطاعة يبقى ساعة وساعة اما ساعة في ساعة القلبك وساعة ربك لا حبيب قلبي حياتك كلها لله قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ونسأل بقى الشاب اللي ما بيصليش اللي بقول ساعة القلبك وساعة ربك ترضى تيجي يوم القيامة يبقى ساعة في النار وساعة في الجنة بقول لك لا يا عمنا عايزة يكون الله في الجنة لو عايزة يكون الله في الجنة يبقى حياتك كلها تكون لله سبحانه وتعالى طيب من ضمن الأمثلة واحد راح يقضوا مصطحة في شركة معينة أو في مكان معينة فقبل موظف نقفل الدنيا كلها ومكالكع وضرب ال 111 ومكشر فقول لك أعوذ بالله فلان ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل طبعا الكلام ده غلط لإن مفاد الكلام ده إن في إنسان من البشر يقدر يمنع رحمة ربنا لإنه بقول لك ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم يبقى وعا تقول فلان لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل واحد قابل صاحبه فبيسلم عليه زاك فلان واللي اتنين مش ملتزمين أخبارك إيه وأخبار السرق والنشل والحجات دي فبيقول له والله في الأسبوع ده يعني ما سرقتش غير 200 جنيه يقول له يا راجل 200 جنيه بس ده حتى المثل بيقول لو سرقت تسرق جمل ولو عشيء تعشق أمر ده ده أنت هتيجي يوم القيامة حبيب قلبي هتيجي يوم القيامة وكل حاجة سرقتها هتشلها فوق كتافك يعني أنت النهاردة بدل ما تقوله لو سرقت تسرق جمل ولو عشيء تعشق أمر ده أنت المفرد تقوله لو سرقت توب إلى الله وتحلل من المظالم لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قال المفلس من لا درها ما له ولا دي نار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة وحج بس عنده مشاكل يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار مبدل ما تقول له لو عشقت عشاء أمر قل له لا أخذ بالك كما تدينه تدان ولا عشق دا طريق للزنة والزنة عقبته في القبر كذا وعقبته في الدنيا كذا وعقبته في الآخرة كذا الحق وتوب لربنا سبحانه وتعالى ورجع لربنا بدلا ما تقول له لو سرقت يسرق جمل ولو عشقت اعشق أمر واحدة متجوزها جوزها موريها الأمر أو النجوم في عز الظهر وتعبها في حياتها فراحت تزور جارتها زيك يا فلانة الحمد لله فبتتطمن بقى وتشوف هي بس الوحيدة المعزبة في الكون دا كله ولا كل النساء الله يكون في عنهم معزبين برضو زيها فبتطل لها أخبارك ايه حبيبتي مع جوزك قلت لها جوزي ما شاء الله عليك يا ريت كل واحدة في الدنيا ربنا يرزقها بواحد زي زوجي ما شاء الله مورين لهنا كله أخلاق الدنيا وأدب الدنيا وزوء الدنيا وجمال الدنيا أنا عايشة مع الحب كله فتقول لها إيه ويتكوني مصدقا انتي مسمعتش المثل اللي بيقول يمأمنا للرجال يمأمنا للمية في الغربال يعني كأنها عايزة تقول لها ان كل الرجال غشاشين ومكرين ومخادعين ويعني وشاف ايه وكأنها تخب بالمرأة دي على زوجها وقد نهى النبي عن ذلك وقال ليس منا من خب ومرأة على زوجها فبدل ما تقول لها يمأمنا للرجال يمأمنا للمية في الغربال قول لها ربنا يباركلك ودعيلي ربنا يهديلي زوجي أحيانا واحد راح يقدم مصلحة ومع صاحبه فلقى داخل على واحد الراجل ده اصلا راجل مش كويس بالمرة فداخل بيقول له حضرتك وسيادتك ومعاليك وعظمتك والسجل اللي بقى اللي تعرفينه الاستوانات الجميلة دي فبيقول له يا عم انت بتقوله الكلام ده ده انت عارف راجل ده اصلا مش كويس وما يعرفش ربنا وانسان كدابه او كذا وكذا يعني مثلا بيقول له فبيقول له انت مسمعتش المثل اللي بيقولك لو كان لك حاجة عند الكلب أعزكم الله قول له يا سيدي طبعا الكلام ده غلط غلط ليه لان في حاجات كتير غلط اول حاجة انه وصف انسان بانه كلب وربنا قال ولا قد كرمنا بني ادم الحاجة التانية ان دي فيها دعوة للذلة والمهانة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانة عن كده قال لا ينبغي للمؤمن ان يذلة نفسه ده كلام حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم الحاجة التانية انه هو قال لانسان قد يكون الانسان ده منافق وهو عمال بي نفقه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان قول للمنافق قال نهى سيد قال صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيدنا فانه ان يكن سيدكم فقد اصخطم ربكم حاجة التالتة ان كده الانسان بيتعامل مع كل انسان بوجه بيتعامل مع ده بوجه وده بوجه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار انما ان كنت بتتألف قلب انسان لانه انسان شرير وانت ليك مصنحة وعايز تاخدها فمش تقوله بقى تجلصنا وحبيبنا ان ما ممكن تقوله حضرتك واسيادتك وازيها حضرتك وازيك الله خير نبارك الله فيك وتدعيله ولكن ما تنفقوش واضح احيانا تلاقي واحد عمال بيخدع في الناس ويغش في الميزان ويدحك عن الناس ينوط ويقول تسعيرها مش اعرف عملة ازاي ويدوم بضاعة مخشوشة فواحد بيسأله بيقول له بتعمل كده ليه يقول له حبيب قلب انت مدرتش المسر اللي بيقولك الرزق يحب الخفية ويحب الفهلوة مين قال ان الرزق يحب الخفية عمر ما كان الرزق بتاع خفية وهل الخفية والفهلوة هتعطي الانسان رزقه اكتر من اللي ربنا قدره كلام ده مش ممكن ربنا قدر للانسان رزقه معين لا الفهلوة هتزوده ولا الخفية هتزوده ولا العدم القدرة على الخفية والفهلوة هتقلل الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون وأبواب الرزق حبيب قلبي عمرها ما كانت لا في الخفية ولا في الفهلوة إنما أبواب الرزق في الطقوة وما يتقل له يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب في التوكل وإحنا قلنا في موضوع دو في التوكل وما يتوقع الله فهو حسبه لو أنكم تتوكلون الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخدوا خماصا وتروح بطانة يبقى لأصل في كل دو إننا ما ظنش إن خداع الناس وإن السرقة دي هتزود في الرزق بالعكس ده أنا حتى لو حصلت على فلوس كتيرة ربنا مش هيبارك طول ما الفلوس جاي من الحرام واللي جاي من الحرام دايما رايح في الحرام واحد بيحسن للناس وبيكرم الناس وعمره ما بيتأخر عن حد أبدا فجاي واحد عايز يمنعمل خير ده يقول له يا أخي أنت ما سمعتش المسألة اللي بيقول اتقي شر من أحسنت إليه ده أنت مهما أحسنت للناس هتشوف منهم شر حتى لو افترضنا يا جماعة أن فعلا أن حضرتك أحسنت الواحد واثنين والثلاثة واربعة وعشرة والناس دي تأساءت إليك هل ده يمنعك من أن أنت تمارس الخير مع الناس عمره ما يمنعك لأن أنت بتعمل العمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حظنا على أن نفعل الخير اعمل الخير أخي وحبيبي في الإنسان اللي يستحق والإنسان اللي ما يستحقنش فإن لم يكن أهلا للخير فأنت أهلا للخير أحيانا واحد بيضحك على واحد وبيغشه وبيخدعه ورح مديله بضاعة مش مظبوطة أو مديله حاجة مش أصلية وبعدين صاحبه بيسأله ويقول له عملت ايه مع فلاني؟ يقول له اسكت بتعرفشي شو هو عام الناصح؟ ده أنا لبسته العمة طبعا كلمة لبسته العمة معناها أني خدعته ومعناها أن الإنسان ده غبي وأنا قدرت أن أنا أخدعه وأنتوا عارفين أن الكلام ده غلط للسبب لأن مين اللي بيلبس العمة؟ أهل العلم العلماء ورثته الأنبياء كأنه عايز يقول أن اللي بيلبسه العمة ده الناس ما هماش أسكياء ده الأغبياء وأنا عشان كده لبسته العمة هو هتقول كلمة لبسته العمة لأن العمة دي لا يلبسها إلا العلماء والفقهاء من ضمن الأمثلة المنتشرة بين الناس وهي مثل غلط الحقيقة أن الناس من كتر ما الدنيا بقت فحلا حياة مادية جامدة شوية كده والدنيا بقى أصبحت كلها شهوات وملهيات فأصبح المثل السائد فلان يقول له فلان يا فلان أنت يا ابن ليه ما بتكونش مستقبلك أنت ليه ما بتجيبش فلوس كتير ليه ما بتحملش بيزنز أنت ما انتش عارف المثل اللي بيقول اللي معاه إرش يسوي إرش واللي معه إرش ما يسويش حاجة والمثل ده الحقيقة غلط لأن الإنسان قمته في إيمانه وأخلاقه وتقوى قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكان سيدنا بلال كان فخير جدا ورغم ذلك النبي سمع صوت أقدامه في الجنة وبشره بإن الجنة مشتقاله وأبو لهب كان غني جدا لكن إن كان كافر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه هو من أهل النار وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وده معنى الكلام ده معنى المثل ده اللي معاه إرش يسوي إرش معنى إن لو كان واحد كافر وغني يبقى ليه قيمة ولو كان واحد فقير ومؤمن مالوش قيمة طبعا الكلام ده كله غلط اللي معاه إيمان يسوي كل حاجة واللي معاه إرش معاه إيمان برضو يسوي لكن مش الإرش هو المقياس ومش الفلوس هي المقياس تعالوا نكمل أمثلة ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد مرحبا بكم إخواني وأخواتي بعد الفاصل مرة تانية مازلنا لسه في صراع مع الأمثال عشان نصحح المفاهيم وعشان ناخد بقديم بعض الجنة الرحمن سبحانه وتعالى ونكون بكده ضربنا الشيطان بالضربة القضية ويبدأ لنفس أكتاف تعالوا نشوف بعض المفاهيم اللي موجودة وهي غلط فعلا واحد بيكلم ابنه فبيقول له يا ابن سافر أوروبا سنتين تلاتة جمع أشين انت عارف يا حبيبي الزمن صعب وانت عارف على رأي المثل القرش الأبيض ينفع في اليوم لسود طبعا هنا غلطة من حاجتين حاجة الأونية ان دي دعوة لكنز المال وقد قال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباهوهم وجنوبهم وظهرهم هذا ما كنستم لأنفسكم فضوكم ما كنتم تكنزون الآفة التانية ومشكلة التانية انه بيتشاءم وبيسمي اليوم انه يوم اسود وكلها أيام ربنا وآيام ربنا كلها جميلة مدامة فطاعة ربنا سبحانه وتعالى لكن الملحوظة اللي عايز اقولها عشان برضو المسألة احنا بنقول الآفة وعلاجها مفيش مالها يا جماعة ان احنا نشيل قرشين على جنب تحسبا لأي ظروف شيء طبيعي أي بيت لازم يكون فيه قرشين متشالين الزوجة تعبت الأولاد محتاجين فلوس مدارس محتاجين يشتروا ملابس يجددوا البيت يغيبوا عربية يا أي حاجة مفيش مشكلة لكن ما بقاش الأصل هو ان انا بكنز كل قرش بيجيني وما طلعش زكاة ماله وفي نفس الوقت بسمي القرش الابيض ان القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود ممكن نقولها المسألة ونغير يعني ممكن نقول القرش الابيض بينفع في يوم الأخضر بلاش كلمة الاسود لان فيها شيء من التشاؤم طيب واحد لقى صاحبه رايح بيزكي بيدفع مال الزكاة بتاعته فقوله انت بتزكي قال له اه قال له يا ابني ليه بتزكي يا حبيبي دي فلوسك وعيالك أولى بيها انت ما سمعتش المسألة اللي بيقول يا مزكي حالك يبكي والمسألة التانية اللي بيقول اللي يصعب عليك يفقرك يعني يا حبيبي قلبي ده اللي بيزكي ده حاله يبكي كأنه عايز يقول ان اللي بيزكي ده حاله مدعاه لان الناس تشوفه تبكي لانه مسكين بيزكي بيطلع زكاة ماله يعني بيفقت فلوسه مين اللي قال كده دي دي نفس الدعوة التي دعاها إبليس قال جل وعلا الشيطان يعادكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعادكم مغفرة منه وفضلة والله واسع عليهم الصواب إن الإنسان اللي بيخرج زكاة ماله ده من أسعد الناس لأن ربنا هيكرمه وهيعوضه وهيزكي نفسه ويطهر ماله وينق ماله ويبرك له في فلوسه وفي ولاده في كل حاجة ويجي يوم القيامة يلاقي نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى فرش كربات ناس كتير من الفقراء في ظل صدقاته كما أخبر الصادق وصلى الله عليه وآله وسلم واحد ماشي مع صاحبه فلقى راجل أعمى واقف على جنب فرحمه طلع عشرة جنيه ورحمه ادهاله فبيقول له عشرة جنيه ليه يا ابني هو أنت مسمعتش المثل اللي بيقول لو شفت لعمة كل عشاء هو أنت أرحم من اللعما طبعا الكلام ده كلام ما ينفعش يتقالي حباب قلبي ليه لأن الأصل أن دي دعوة غير أخلاقية لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخبر أن احنا لما نفرج كربات المسلمين ربنا بيفرج كرباتنا يوم الإيامة قال صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج أو من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا الأخيرة ومن سطر مسلم سطره الله في الدنيا الأخيرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وبعدين خب بالك من حاجة ده إذا كان النبي عليه السلام أخبر بأن أنت إذا دللت الرجل الأعمى اللي فقط بصره لو دلته على الطريق فلك بها صدقة فما ظنك لما تعطيه طعام أو شراب أو كسوة أو مال ده إحنا محتاجين إحنا لتآلف وبعدين دي فيها يتهم لربنا سبحانه وتعالى بأن ربنا لما أخذ بصر الرجل ده كان بيتعامل معه بمنتهى القصوة لأنه بيقول لو شفت لعمة كل عشانه هو أنت أرحم من اللعما هو ربنا لما أخذ بصره كانت دي قصوة من ربنا حاشا لله دي كانت رحمة من ربنا سبحانه وتعالى قلت لكم قبل كده أي ابتلاء في الدنيا عملة ليها وجهين وجه المحنة ووجه المنحة وجه المحنة هنا أنه فقط بصره لكن وجه المنحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ الله حبيبتيه يعني عينيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة يبقى بدل ما تقول لو شفت لعمة كل عشاء بالعكس بدل ما تاكل عشاء قدم لأنت العشاء بدل ما تمنع عنه المال قدم له أنت المال بدل ما تبخل عليه اكرمه عشان ربنا يكرمك في الدنيا والآخرى أحيانا واحد يروح يشتغل في الشركة فلما يشتغل في الشركة فمدير الشركة بيقول له أنا عايزك تعمل كذا أو مثلا واحد في منصب معين وواحد أعلى منه في المنصب يقول له أنا عايزك تعمل كذا ولازم تنفذ الموضوع ده في خلال 24 ساعة والموضوع اللي طلبه منه أمر فيه معصية ربنا وفيه مخالفة الأمر نبينا صلى الله عليه وسلم فبيضطر أنه يعملها فلما صاحبه يسأله أنت عملت كده ليه الراجل ده بيقولك حاجة غلط يقول له ما عليش شي ما أنت عارف أنا عبد لمأمور والكلمة دي غلط وتحت كلمة أنا عبد المأمور يا ما ارتكبت مخالفات ويا ما انتهكت حرمات ويا ما ناسة أزت ويا ما حصلت مشاكل ويا ما حصل سرقات ونصب ورشاوة كل ده تحت بنت أنا عبد المأمور أخي وحبيبي أنت والمأمور عبيد لله ربنا قال وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون في يوم الأيام كما في الصحيحين حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم أمر رجلنا على سرية وقال من أطاع الأمير فقد أطاع عني ومن أطاع عني فقد أطاع الله خارجين مع الأمير ده حصل خلاف بين الصحابة وبين الأمير اللي معهم ده كان صحابي برضه فحصل خلاف ما بينهم فرح منادي عليهم وقال لهم أوقدوا نارا ولعوا نار فقالوا طيب رحهم ولعين نار قال ألقوا بأنفسكم في النار فجوم يرموا نفسهم في النار فجي شاب من الصحابة قال لهم لا استنوا يعني انتظروا حتى إذا عدنا إلى النبي فإن أمرنا أن نلقي بأنفسنا في النار فعلنا وإلا فلا نفعل ده نفررنا إلى رسول الله من النار فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما حدث قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة إنما الطاعة في المعروف فإن كان في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى أحيانا واحد بيقول للتاني إيه رأيك أنا معي فلوس وعايز أخش مشروع أخش أنا مشروع يقوله اعمل المشروع الفلاني دخل الراجل في المشروع الفلاني فلما دخل في المشروع الفلاني خسر فلوس كلها صاحبه راح يتطمن عليه ها عملت إيه قال له كسبنا صلاة النبي كل الفلوس راحت وكأنه عايز يقول إن اللي بيصلي على النبي ده مش كسبان ده خسران على طول الخط هو مش قصده كده بس هو اللفظ نفسه بيوهم بكده كأنه عايز يقوله خسرت الفلوس كسبنا صلاة النبي يعني كإن اللي بيصلي على النبي ما هواش كسبان مع إن اللي بيصلي على النبي كسبان على طول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما النبي بيقول من صلى عليه عشر حين يصبح وعشر حين يمسي أدركته شفاعة يوم القيامة النبي بيقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر مرات وغفر له عشر خطيئات ورفعه في الجنة عشر درجات أبي بن كعب بيقول للنبي إني أذكر الله أو إني أصلى عليك يا رسول الله في ساعة من الليل فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت فإنزدت فأخير لك قال له الربع قال له ما شئت فإنزدت فأخير لك فهو خير لك الثلث النصف في الآخر قال له إذن أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله قال إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك يقول صلى الله عليه وسلم البخير من ذكرت عنده فلم يصلى علي وقال الله صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلى علي اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله أحيانا واحد بيتكلم مع واحد فوهو بيدردش معاه بيقول له بس الموضوع ده ما كانش ينفع يكون كده يعني يعني أنت مثلا داخل تذاكر أو داخل امتحان وبعدين صاحبك بيقول لك إيه أنت هتذاكر فتقول له آه أذاكر وإلا لو ما ذكرتش مش هنجح ده حتى ربنا عارفوه بالعقل مدومت أنا مش مذاكر يبقى مش هنجح ولو ذكرت هنجح حيث صح المعلومة الصهارة دي حتة ربنا عارفوه بالعقل احنا لا ننكر قيمة وقدر العقل العقل قدره عالي جدا جدا لكن العقل يا جماعة لابد لهم من تسكية الوحي وإلا لو العقل اشتغل لوحده بدون نور الوحي فالعقل هيضل وإحنا شفنا عقل القدماء المصريين الفرعنة عقلهم قادهم إنهم يعبدوا الشمس من دون الله والعقل الهندي قادوا إنه يعبد البقر من دون الله والعقل الياباني قادوا إنه يعبد تمثال بوزة من دون الله سبحانه وتعالى أما العقل لما زكية بالشرع عبد ربنا وحمد ربنا وفكر في آلاء ونعم ربنا سبحانه وتعالى فالصواب إن ربنا عرفوه بالعقل وبالشرع مش بالعقل بس لوحده واحد ماشي فلا أخناء فالناس عمي يتخانقوا مع بعض بيهديهم يا جماعة ما يصحش مش عايزين يهدوا يا جماعة مش كده مش عايزين يهدوا فقال طب خلاص بقى مدام المشكلة انتم مش عايزين تخلصوها أنا هجيب رجالتي واخش واتخانق معاكم بقى وكل اللي للنبي يصلى عليه معنى كل اللي للنبي يصلى عليه ودي مشهور أو منتشر أو بين الناس خصوصا في البشاكل والخناقات كل اللي للنبي يصلى عليه معنى إن مش كل واحد ملزم إن هو يؤمن بكل الأنبياء لا ده كل واحد يختار النبي اللي على مزاجه ويصلى عليه مع إن احنا أمرنا نحنا نؤمن بكل الأنبياء قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسلي لا نفرق بين أحد من رسلي اللي يؤمن بكل الأنبياء خدوا بالك ويكفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء ايه الدليل يا شيخ محمود اسمع الدليل بعد ما تصدع الحبيب صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله الله هي عاد ديت مش قوم سيدنا هود اه أم ليه ربنا قالوا وعصوا رسوله معينهم عصوا مين رسول واحد قال لكم لما عصوا رسول واحد فقد عصوا جميع الرسل لأن كل الرسل جاءت بالتوحيد وجاءت بعبادة الله وبالإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى واحد وقف مع صاحبه فبيحبه جدا وبيقوله انت أغلى واحد في حياتي أنا معرفش عيش من غيرك تعارف يا أخي ده ربنا فوق وانت تحت واحدة أعلى مع جزة فتقوله ربنا خليك ليه يا أبو عياري يا مستتني ومهنيني وموريني لهنا كله ده انت عارف انت من غلوتك ده ربنا فوق وانت تحت حقيقة الكلمة غلط لأن فيها شيء من تسوية الخالق بالمخلوق وربنا قال ليس كما فيه شيء وهو السميع البصير وقال جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وإنما نقول أنا بحبك وقدرك علي عندي لكن ما قولش ربنا فوق وانت تحت لا ربنا سبحانه وتعالى هو رب الكون وانت حبيبي وبحبك لله وفي الله واحد راح يسأل عالم من علماء الدين سؤال والسؤال محرق جدا فدخل على العالم فبيقوله معلش عم الشيخ عايزة سألحك سؤال ولا حياءة في الدين لا غلط الدين كله حياء اسلامنا كله حياء إنما الصح يقول إيه يقول له عايزة أسألك سؤال ولا حرجة في الدين ما يقولش ولا حياءة في الدين آخر حاجة قبل ما نختم الحلقة في عجالة سريعة واحد أصيب بمصيبة فزعلان ومتدايق وعمال بيقول إيه رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطفة فيه غلط اسأل ربنا رد القضاء إيه المشكلة ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وكان يقول الدعاء ya رد القضاء وكان يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء فبدا ما تقولها ربنا يا رب لا أسألك يرد القضاء ولكن أسألك اللطفة فيه قل يا رب اسرف عن المرض اسرف عن الفقر اسرف عن الدين واسأل ربنا رد القضاء ربنا يجفعنا وياكم على الخير الوقت بيجري معاكم بسرعة معدنا بكرة مع الجزء التالت من صراع مع الأمثال صلى على حبيبك اللهم صلى وسلم 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 وزيد وبارك على حبيبنا محمد وصلى الله على نبينا محمد وعليه رسول وحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته